ما أهمية الإضراب؟ إضراب المعلمين وإضراب طلاب كلية الإعلام؟ نعم أولاً نحن أمام كارثة توشك أن تقضي على ما تبقى من آلية التعليم والثقافة والعلم والحرية أيضاً وما تنتهجه ميليشيا الحوثي في تجويع المعلم والتضييق عليه والتضييق على قوته وقوت أولاده هو دليل على القضاء على كل ما هو جيد وجميل في الدولة نعم وبالتالي لن يكون هناك أمام المعلم إلا الإضراب وللعلم طبعاً الإضراب كل عام يتكرر بنفس الآلية المعلمين دائماً يحاولوا بداية كل عام يعملون على الإضراب ثم بعد ذلك تقوم ميليشيا الحوثي بيعطاؤهم نصف راتب بحيث أنهم يسكتوهم ويبدأوا العمل الدراسي يبدأوا ويتحرقوا في المدارس ثم بعد ذلك وعود ثم وعود وهي كلها كاذبة لماذا لا تنفذ هذه الوعود؟ هي ميليشيا كاذبة هي قادرة على صرف مرتبة المعلمين طبعاً مقدرات الدولة بالكامل وكل امتيازتها تذهب إلى ميليشيا الحوثية ولا تذهب إلى خزينة الدولة هل تتخيل معي ذلك؟ لو كانت هناك دولة لصرفت مرتبات المعلمين والأطباء وحسب مصدر مسؤول في الوزارة قال أنه في صندوق الدعم المعلمين هذه أكبر أكذوبة لا أقصد في صندوق الدعم المعلمين هناك في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية نعم هذه أكبر أكذوبة كذبوا بها على المعلم لكي يأخذوا الجبايات من مصادر معروفة أو من مصادر بحيث أنها يكون لها شرعية لكنها لا تعطى للمعلم تأخذ من الأشخاص من الضرائب من الجمارك من المصانع من الإتاوات لصندوق دعم المعلم لكنها لا تذهب إلى المعلم فهي أكبر أكذوبة كذبت بها هذه الميليشيات لكي تتاجر بهذه القضية أمام الرأي العام وأمام الجمعيات وأمام المنظمات لكي تدعم المعلم وحقوقه موجودة بأكلها هم لكن لو تعطى للمعلم لما أصبح حال المعلم بهذه الحالة المزري لما وصل إليه نعم هذا الأمر الأول الأمر الآخر طلاب كلية الإعلام الذي الآن بدأوا في عملية الإضراب وخصوصا بعد القرار الذي أتى بفصل الطلاب عن الطالبات وتقسيم الأسبوع ثلاثة أيام للطلاب وثلاثة أيام للطلابات أنا كأكاديمي ما الذي سأستفيد منه في ثلاثة أيام؟ هذا من ناحية يعني من ناحية علمية ما الذي سأستفيد منه خلال ثلاثة أيام من مناهج علمية لن أستطيع أن أأخذ منها ولا حتى ربع هذا من ناحية العلمية من ناحية الكوادر الكوادر المعلمين الدكاتر الذي في الجامعة هل عندك كوادر متوفرة ومؤهلة بحيث أنهم يشتغلوا لتوزيع فرق بهذا الشكل وبهذا الحج لا يوجد يعني كم عدد الدكاتر الذي موجود عندنا في كلية الإعلام؟ عدد قليل الأمر الثالث وهو الأخطر من ذلك أن غرس العنصرية وانتزاع حقوق المرأة وإعطاءها كأنها شيء معيب أو شيء مخجل أو شيء أنها لا تشارك في العملية الاجتماعية أو في المجتمع أو في التنمية أو في التطور معنى ذلك أننا عدنا إلى ما قبل ألف سنة ماذا اختيار الإعلام بالذات لأنه هو الأخطر على هذه المليشية الأخطر على هذه المليشية الأخطر على فكرهما الأخطر على أنه يوصل الصورة للعالم الإعلامي سواء كان رجل أو أمرأة مثقف واعي لديه سرعة بديهة لديه قوة تحليل تحليل الأحداث تحليل قراءة ما بين السطور يستطيع أن يصنع حدث وهو الخوف من هنا يأتي الخوف من هنا لذلك يحاولون بأي شكل من أشكال التضييق على هذه الكلية بأي طريقة المشكلة الآن تكمن أن هذه الكلية برغم تطور الذي حدث في أيام الدولة ووجود المؤسسات والتعليم عاش المجتمع اليمني ببساطة من غير أن يكون هناك سوء نية سواء للأولاد أو للبنات لأنه في الأول والآخر هؤلاء أولادنا وبناتنا خواتنا تم التعامل الطالب مع زميلة معاملة زملاء معاملة أخت يحافظ على عادة التقاليد لماذا هذه الفجوة تريد ميليشيا الحوثية أن تقتعمها في اليمن لماذا تريد أن تغرس في اليمن أن ما الرسالة التي تريد أن تصلها أنهم يريدون أن يقولوا أن المجتمع اليمني مجتمع قذر مجتمع سيء مجتمع لا يحافظ على القيم لا يحافظ على العادة لا يحافظ على الدين ولا يحافظ على القيم ولا يحافظ على المرأة هذا كلام كأنه زي بيت تيم نفسه وهذه الجريمة وحتى وإن كانت يريدون أن يطبقوا المنهج الإيراني الذي فصل هناك في الملالة الإيرانية ما بين الذكور وإناث ويريد أن يطبقوا هناك شيء وهنا شيء آخر لدينا في اليمن قيم وعادات وتقاليد وثقافة واحترام ووعي وإدراك وحب لبعضنا البعض ومواطنة مجتمعية لا توجد لدى المجتمع الإيراني وبالتالي هناك فرق شاسع ما بين المجتمع هنا وهناك فهذه كلها تصب في الكارثة التي نمر فيها في المجتمع اليمني بشكل كامل من قبل هذه الأشياء أيضا طلاب كلية الإعلام ينتظرون المواكبة والتطوير والتحديث نعم وشكوا في الإضراب عن أن عمادة الكلية وإدارة الكلية لا تسمح بالتطبيق العملي نعم تطبيق العملي وهو جانب مهم أنا كنت في صنعام في عام 2012 وكنا بدأنا في فتحة الاستوديوهات في جامعة في كلية الإعلام استوديو الإذاعي وأيضا استوديو التلفزيوني وبدأنا في تدريب الطلاب داخل الاستوديوهات عنه هذا الخطوة تأخرت برغم أنها متأخرة نعم وبدأنا في أن الطالب يواكب التطوري يواكب أنه يتعلم بشكل نظري وعملي داخل كليته بحيث أنه يكون جاهز للمجتمع أو جاهز لسوق العمل بالضبط لسوق العمل الآن ماذا يريده من الطالب؟ لا شيء يعني تحديد وقت للمحاضرة بثلاثة أيام منعه من مزاولة التدريب العملي منعه من أنه يكتب في الصحيفة الكلية إذن ماذا تريد مني؟ أقلك وانتهى الموضوع طلع قرار كامل إشياء حوثية اغلق كلية الإعلام أفضل لكنهم لا يريدون ذلك ويريدون تشتيت الناس وتطفيش الناس لا تلتحقوا بهذه الكلية وبعد ذلك لا نرأينا وما حصل حتى في جامعة ذمار لو تتذكر معي خلال تسجيل هذا العام عدد ضئيل جدا الملتحقين بجامعة ذمار ما دلالت ذلك؟ ما دلالت إضراب المعلمين؟ ما دلالت إضراب طلاب كلية الإعلام؟ هناك نقول أنه بدأت هناك موجة من الوقوف أمام هذه الهجمات من قبل الشعب بنفسه لأنه شاف أن الوضع بالنسبة له خلال ثمان سنوات لم يتحقق شيء لم تستطع المليشيا الحوثية أن تقدم لهم أي شيء بالعكس تنهب ليل ونهار تنتهك الحقوق والحريات تعبث في الأرض الفساد لكنها لم تقدم شيء وبالتالي أصبح هناك غضب شعبي يحاول أن يوجد حقوقه بنفسه وخصوصا لعدم وجود الدولة التي لم تستطع حتى الآن أن تأخذ حقوق المواطن من هذه الهجمات السبب